حياة أشبه بالموت هكذا وصفت مؤخرا عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الذي واجهوا فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية ومنها منظمة هيوم الرايس ووتش والمرصد السوري لحقوق الإنسان وصفت عودة السوريين إلى بلادهم بالرحلة غير الآمنة إذ أن الحرب لا تزال تلقي بظلالها على السوريين في بلدهم والموجودين في شتى بقاع الأرض عانا هؤلاء للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلدهم الذي دمرته الحرب فمن بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم بحسب هذه المنظمات وثقت 21 حالة احتقال واحتجاز تعسفي و13 حالة تعذيب و3 حالات اختطاف و5 حالات قتل خارج نطاق القضاء و17 حالة اختفاء قسري أما من نجى من السوريين من القصف والقتل والتغيب والحالة المعيشية الصعبة وغياب أدنى مقومات الحياة في مناطق سيطرة النظام والمناطق الأخرى التي لا تغيب عنها مظاهر الحرب من خلال عمليات القتل والقصف والخطف والفوضى والانفلات الأمني وقرر الابتعاد إلى أحدى دول اللجوء في أوروبا وغيرها على الرغم من التشديد الحاصل من قبل الدول لمنع وصول موجات جديدة من اللاجئين لا ينجو من مصاعب طرق التهريب المحفوفة بالمخاطر إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام السوريين المنهكين من الحرب وآثارها ويحاول النظام السوري التغطية على هجرة المواطنين ويتكتم عن الأرقام الرسمية التي أصبحت مخيفة تحول سوريا إلى بلد عجوز بعد أن غادرت أعداد كبيرة خلال الأشهر الفائتة وبات هم السوري البحث عن ملاذ آمن خارج وطنه وهذا ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوثيقه مغادرة المئات أسبوعيا عبر النقل الجوي إلى مصر وكردستان العراق وغيرها بقصد الاستقرار أو السفر من خلال تلك الدولة